وسعى الجيش الإسرائيلي هجمته على مناطق متفرقة في قطاع غزة حيث شرعت القوات الإسرائيلية بتواغل في جباليا وكثفت من قصفها على وسط القطاع بينما تواصلت الاشتباكات في رفح خلال تصدي فصائل المقاومة للقوات المتمركزة شرق المدينة والبداية من شمال قطاع غزة حيث تجدد القصف المدفعي شرقية جباليا وأعلن المتحدث العسكري باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاگاري أن الاحتلال ينفذ عملية في جباليا لمنع حماس من إعادة بناء قدراتها العسكرية هناك بعد أن رصدت خلال الأسابيع الماضية محاولة قامت بها حماس لإعادة تأهيل قدراتها العسكرية في مدينة جباليا ووفيد عن وجود حشود عسكرية إسرائيلية كبيرة في منطقة زكيم في حين طلب الاحتلال من سكان المناطق القريبة من مخيم جباليا مغادرة المكان كحي النور والنزهة والروضة وحي السلام إلى هذا عمدت طائرات مسيرات إسرائيلية لإطلاق نيرانها على مراكز إيواء وأبنية سكانية في مخيم جباليا فيما أعلنت كتائب القصام خوض اشتباكات ضارية مع قوات الاحتلال في محور التقدم شرق مخيم جباليا وقد بدأت الفرقة 98 في الجيش الإسرائيلي عملياتها البرية في جباليا بعد ليلة من الهجمات المكثفة أما في حي الزيتون في مدينة غزة فيقول المتحدث باسم جيش الاحتلال إن قواته هناك قتلت نحو 30 مسلحا فلسطينيا في تصريحات حملت إشارة إلى أن أمد الحرب قد يطول حسب المراقبين في المقابل تقول القناة الرابعة عشرة الإسرائيلية إن عودة الجيش الإسرائيلي إلى حي الزيتون تشير إلى فشله في غزة وتشهد المحافظة قصفا مدفعيا على حيي الصبر والزيتون جنوب شرق المدينة أما في المحافظة الوسطى فيشهد المخيم الجديد في النصيرات قصفا عنيفا من الطيران الحربي بالتوازي أفيد عن تقدم محدود لأليات الجيش الإسرائيلي وبدء أعمال تجريف للمنطقة العازلة شمال شرق دير البلح وسط القطع وجنوبا في محافظة رفح وصل طيران الحربي استهدافاته للمدينة في وقت أعلنت فيه سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي أنها قصفت برشقة صاروخية حشود الاحتلال المتوغلة شرق رفح هذا في وقت أعلن فيه جيش الاحتلال توسيع نطاق إخلاء المنطقة الواقعة شرق رفح والذي بدأه في مطلع الأسبوع داعيا سكان أحياء إضافية في وسط المدينة إلى مغادرتها بشكل فوري من بينها مخيم الشابورة وأحياء الإداري والجنينة وخربة العدس وهي أحياء صنفت على أنها مناطق قتال خطيرة